يعني تصريحات لافروف اعتبر فيها أن نهج الولايات المتحدة الأمريكية بات أكثر وضوحا بعد قدوم بايدن وهو تحويل العالم إلى عالم أحادي القطب تقود الولايات المتحدة الأمريكية ما رأيك في ذلك؟ أكرر السؤال مجددا سيد سكوت يعني تصريحات لافروف قال فيها بأن نهج الولايات المتحدة الأمريكية بات أكثر وضوحا بعد قدوم بايدن الذي يريد أن يحول العالم إلى عالم أحادي القطب تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ما رأيك؟ مجددا الولايات المتحدة لا تسعى أن يكون العالم أحادي أبدا الولايات المتحدة تعترف بحقيقة هي أن الشعب الأوكراني ككل شعوب العالم لديهم حق تقدير المصير ولديهم الحق أن يقرروا ما يريدوه وروسيا غاضبة أن أوكرانيا قد قررت أنها ستتقه للغرب وأنها تنتمج مع الاتحاد الأوروبي وأن تنضم لأنيتو وهذه الحقيقة لا يتحملها بوتين بوتين هو قائد ديكتاتور ولا يتحمل فكرة أبدا أن بلد أخرى وبلد قريبة منه مثل أوكرانيا بلد مجاورة أن يكون لديها ديمقراطية ولذلك الروس يستطيع أن يزور أوكرانيا ويرو عكس النظام القمعي الموجود في روسيا وهذا لا يحتمله بوتين وهذا هو سبب غزو الأوكرانيا شكرا للمشاهدة